بعد سنة تقريبا اتخذ قرار المباشرة بأعمال تدعيم طريق مزهر بصليم لكن البداية برفع يافيطات تعلن عن بدء الأعمال بإشراف الهيئة العليا للإغاثة والطريق مقطوعة من أجل التصليحات ومن ثم الأليات بدأت بجرف الأتربة المتراكمة من الجانبين السبب في تأخير المشروع بحسب الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير هو الروتين الإداري الذي كاد يؤجل الأعمال أكثر لو لم تتولى الهيئة تنفيذ العمل بالنيابة عن وزارتي الأشغال والطاقة لا سيغى وأنه طول الأمطار يهدد بحصول مزيد من الانزلاقات البداية كون في انزلاق تربى بتو شوية تأني ولكن نحن نوعد أهلنا بصليم أنه هي مدة تنفيذ ستة شهور نحن نوعدهم بنص القيمة تقريباً ثلاثة شهور إن شاء الله بنكون جاهزين كيف يدرين بمدة ثلاثة شهور لأنه الشتاء قريب والأمطار بتزيد من صعوبة العمل طبيعي بدنا نزيد الإكبات بدنا نتحرك على الميلتين وحال البلدية أبدت كل تعاون تساعدنا فؤاديكو أحد سكان هذا المبنى المتضرر الأول من انزلاق الطريق التي شهد على تصدعها وانزلاقها منذ أشهر وغادر وقتها وعائلته منازلهم خوفاً من انهيار مبناهم اليوم رحب بالخطوة ولكن المخاوف من التأخير والمخاطر التي قد تتأتى عن سيول خلال أعمال الحفر يمكن هالعملية هذه أخذت وقت بس أنه الله بيحبنا أنه مصر في عنا كتاستروف أكبر بس مش يعني ما رح تصير يعني إذا وغفت من وقت تلاهلا مش يعني أول شتوية ولا تاني شتوية مانا معرضة تعمل قديس ماء جديد وتقع الكرسي على العالم بس تحكي شتة وتجمع ماي عم تحكي ريسك عالي أنه سير قديس ماء تاني وفق الخرائط التي أخذ وضعها الكثير من الوقت نظراً لطبيعة الأرض الصعبة سيقام حاء الدعم وأكثر من 160 عمود وسيقام على طريقة التجليل لحماية ليس فقط الأبنية الواقعة فوق الطريق إنما عشرات الأبنية المحيطة التي تقطنها عشرات العائلات